موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني أنا تلاحظون فعلا من خلال متابعة سلوك إيران في مضيخ هرمز والخليج العربي أنا تلاحظون أن إيران فوق القانون الدولي لا أحد يحاسب إيران على تجاوزاتها بحق السفن التجارية لا أحد يحاسب إيران على هذا التشبيح شبيحة هرمز منذ متى وهم يعتدون على السفن التجارية في الخليج العربي ويعتبرون أنفسهم بأنهم بوليس المنطقة أو شرطة الخليج منذ متى؟ يعني إيران وإسرائيل الدولتان الوحيدتان التان تتصرفان بأريحية على أنهما فوق القانون الدولي هذا طبعا غير نابع من القوة الاقتصادية أو العسكرية التي يتمتعان بها بل هو نابع من طبيعة الدور المكلفان به من الدول الغربية دور تخريب المنطقة العربية والإسلامية دور تشويه الدين الإسلامي دور تخريبي على الغرب أن يرعاه ويحفظه ويقدم له المساعدة من تحت الطاولة كما حصل بموضوع الكشف عن أن الطائرات الإيرانية المسيرة تتألف من 200 جزء نصفها من الولايات المتحدة وثلثها من اليابان والكاميرا الأساسية في الطائرة من إسرائيل رعاية كاملة علنية لإسرائيل وسرية لإيران من قبل الدول الغربية هكذا بإمكان إيران أن تتبجح بأن الولايات المتحدة لاستستطيع أن تهاجمها وأن إسرائيل ممنوعة من أن تضربها ضربات كبيرة وهي ممنوعة أيضا من ضرب إسرائيل إسرائيل مسموح لها أن تضرب الأمور المتعلقة فقط بالملف النووي وإيران ممنوعة أبدا من ضرب إسرائيل هذان العميلان السري والعلني في المنطقة يخدماني على الولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم الغرب على الإمبراطورية الغربية بشكل عام ولازال كثير من المحللين المضحكين البهلوانيين يقدمون تحليلات سياسية تأتينا من مصر وأحيانا من الكويت وأحيانا من لبنان على أسس ليس لها علاقة لا بالتاريخ ولا بالواقع والناس تستمع للأسف الشديد أي تحليل سياسي لا يستند للتاريخ ولا يستند للوقاع هو تحليل مضلل التحليلات التي تستند للتصريحات السياسية هي تساهم في حملة التضليل لصالح من يطلقون التصريحات السياسية أقول هذا الكلام لأنني أراقب عن كثب تصرفات إيران في منطقة الخليج العربي لقد وصلت إيران إلى مرحلة أنها تطاولت على سفن حربية أمريكية واختطفت منها عدد من جنود المارينز الأمريكيين وأهانتهم وأذلتهم أيام مبارا ولم تحرك الولايات المتحدة ساكنا تماما كما حصل عندما كانت إسرائيل تقصف القوات الإيرانية في سوريا وعن طريق الخطأ قترت عددا من الجنود الروس لم تحرك روسيا ساكنا ولم تتحرك ضد إسرائيل أبدا عادي متفق عليه سوريا منطقة يجب أن تكون ضمن الحيز الجغرافي للنفوذ الإسرائيلي على إيران ألا تدخلها دخلت إيران لحماية النظام انتهت دورة على إيران لن تنسحب إيران لن تنسحب تضربها إسرائيل هذه المعادلة هذه المعادلة بالضبط أما إيران وإسرائيل متفقان على أن دور حزب الله حماية الحدود الشمالية لإسرائيل متفقان على أن إيران تقوم بتخريب العراق واليمن ولبنان وسوريا وكل هذا يخدم بالدرجة الأولى دولة إسرائيل وفي المحصلة النهائية ما تقوم به إيران وما تقوم به إسرائيل يخدم الدول الغربية التي كنا نحن وإياها على حراب على مدى قرون مضت وهي الآن تقاتلنا بطريقة ذكية وعصرية من خلال عملاء يطغنوننا خلف الخطوط هذه هي المعادلة أرجو أن تضعوا لي في التعليقات مدى استعاب الإعلام العربي لهذه المعادلة هل الإعلام العربي ينطلق من هذه المعادلة أم ينطلق من معادلة التصريحات وتقديم الأفكار السياسية استنادا للتصريحات وهل الإعلام العربي بهذا يساهم بتضليل الشعوب العربية أم بزرع الوعي في الرأي العام العربي أرجو أن أرى هذا في التعليقات لأن الحقيقة أنا مهتم بأن أرى وأن أقرأ تعليقات المتابعين لقناتي على الأقل أنا أعتبرهم من النخبة وأتمنى أن يكونوا دائما من النخبة وأن تشاور حول المواضيع الأساسية والخطيرة لأن الأمور لا يصح أن تكون من وجهة نظر واحدة يجب أن تتشارك الناس في تحديد المخاطر وتحديد نقاط القصور وتحديد العلاج لكل مرض من هنا أرجو أن تضعوا لي في التعليقات رأيكم في هذه النقطة مع كل التحية والتقدير والاحترام ترجمة نانسي قنقر